سلام عليكم في احصائية عملت في بريطانيا من حوالي 5 سنوات اكتشفوا ان اكتر من 50% من الرجال المتزوجين بيستخداموا حبوب الفياجرا او الحبوب اللي بتحتوى على نفس المادة الفعالة اللي موجودة فيها اللي هي السلدنافل وبيتم استخدام حبوب الفياجرا او الحبوب المشابهة لها لتقوية الاركشن او الانتصاب والحفاظ على ضخ الدم فيه الفترة طويلة بتوصل لاربع ساعات وعلشان نفهم ازاي حبوب الفياجرا بتشتغل داخل الجسم هنعرف نبزة بسيطة عن تشريح البينس او العضو الزكري عندنا البينس بيحتوي من الداخل على 3 كتل اساسية واخدين شكل الدايرة وال3 كتل بيتكونوا من انسجة مارنة شبه الاسفنجة الانسجة دي بتحتوي بداخلها على فراغات او اللي بنسميها لانسينارس بيسز والفراغات دي هي اللي بتمتلق بالدم اثناء عملية الانتصاب او الاركشن وكل ما تمتلق بكمية كبيرة من الدم كل ما الانتصاب كان اقوى ويستمر الفترة طويلة واللي بيوصل الدم للبينس وللتلات كتل اللي موجودة فيه هو البينة الارتري او شريان العضو الزكري والشريان ده بيتفرع داخل العضو الشرايين صغيرة وبتكون متوزعة داخل التلات كتل علشان تمد الفراغات اللي موجودة فيها بالدم وبالتالي تحصل عملية الانتصاب كده احنا عرفنا نبزة بسيطة عن تشريح البينس او العضو الزكري وبقينا جاهزين علشان نعرف ازاي عملية الانتصاب بتحصل عند الناس الطبعية او الناس اللي بتاخد حبوب فياجرا التلات كتل اللي بيكونوا البينس بيحتوى على مادة كيميائية اسمها بيدي اس وبيحتوى على كميات كبيرة منها والمادة دي بتخلي الاوعية الدموية او الشرايين اللي بتمد البينس بالدم يحصل فيها عملية كونتراكشن او اللي بنسميها انقباض او ديء في الاوعية الدموية فالدم اللي جوه الشرايين هيكون قليل لان حجم الشريان بقى صغير قوي ومش قادرة تستوعب كمية دم كبيرة من الجسم فبالتالي الفراغات اللي موجودة جوه الثلاث كتل هتظل غير ممتلئة بالدم فبيظل البينس مرتخي وضا الطبيعي واللي بيحصل عند كل الميل او الرجال طول الوقت لحد الشخص ما يتعرض لسيكشوال استميوليشن او اي اقصارة خارجية سواء بالنظر او اللمس للحاجة دي فالمخ بيرسل رسالة للعصب اللي موجود في البينس علشان يشجع الخلايا على انها تفرز مواد كيميائية اسمها جي ام بي والمادة الكيميائية دي بتشتغل عكس مادة البي دي اس اللي بتعمل ارتخاء فبتخلي الاوعية الدموية اللي موجودة في البينس انها تتمدد وتوسع فبتستوعب كمية دم كبيرة عن الطبيعي وتبدأ الفراغات اللي موجودة في الثلاث كتل انها تمتلق بالدم وتزيد في الحجم وكده عرفنا ازاي عملية الانتصاب بتحصل عند الشخص الطبيعي طيب ايه هي وظيفة حبوب الفياجر هنا مادة البي دي اس اللي بتعمل انقباض للأوعية الدموية بتكون برضو لسه موجودة على جدار العضلات للأوعية الدموية وبالتالي الانتصاب ممكن يكون ضعيف او غير كامل خصوصا لو الشخص كان مريض قلبة او سكر او كبير في السنة او عنده مشاكل نفسية فحبوب الفياجر هنا بتصبط او تمنع مادة البي دي اس انها تقوم بالوظيفة بتاعتها فمادة الجي ام بي بتكون واخدة حريتها وتقوم بوظفتها بشكل كامل وبالتالي بيحصل انتصاب قوي جدا عن الطبيعي وبعد اربع ساعات تقريبا بتبدأ مادة السلدينفيل اللي موجودة في الفياجر انها تخرج برا الجسم وبالتالي بترجع كل حاجة لوضعها الطبيعي